ما زالت تبعاته قصف قاعدة عقبى بالنفع واستهداف التجهيسات العسكرية والردارات والتكنتة التركية تلاحق نظام أردوغان حيث قدم برلماني تركي معارض طلبا لاستجواب وزير الدفاع التركي خلصي أكار حول الهجوم الجوي على القاعدة التي تسيطر عليها ميليشيات صخيرات المدعومة بمرتزقة وجنود من أنقرة مطالبا بتوضيحات عن حجم خسائر أنظمة الدفاع الجوي التركية متسائلا ألا توجد طائرات انظار مبكر في القاعدة لديها القدرة على اكتشاف مثل هذه الهجمات مبكرا ويأتي طلب النائب بعد نشر التقارير التي أكدت شن طائرات الجيش الوطني في الخامس من يوليو الجاري سلسلة غارات على قاعدة عقبى بالنفع التي تسيطر عليها ميليشيات طرابلس ما أسفر عن تدمير منظومة الدفاع الجوي تركية وأعلن الجيش الوطني في اليوم التالي أن العملية تمت عبر استهداف تسع مواقع تركية في القاعدة وأن نسبة تدمير التجهيزات بالقاعدة بلغت نحو ثمانون بالمئة تقريبا وأكدت الصور المتداولة للقاعدة ما كشف عنه الجيش الوطني الاستجواب قدمه النائب البرناماني عن حزب الخير التركي المعارض إيدين سيزغين لوزير الدفاع للإجابة عليه قائلا خلاله أن تسعة طلعات تم تنفيذها في أقل من تسعين دقيقة استهدفت قاعدة عقبى بالنفع ودمرت ما بها من أنظمة دفاع جوي تركية ورادرات وثكنات خصصة لقادة أتراك رفعي المستوى يذكر أن قبل القصف بيومين زار وزير الدفاع التركي خلوسي أكار ورئيس أركان الجيش التركي ياشار جولور طرابلس ومصراتا للقاء مسؤولين بحكومة السخيرات واعتبر مراقبون أن التحركات التركية الأخيرة على الساحة الليبية تأتي في إطار تحدي الإرادة الدولية خاصة بعد تصريحات أطلقها وزير الدفاع التركي من طرابلس تحدث فيها عن السيادة التركية والعودة بعد انسحاب الأجداد والبقاء إلى الأبد على حسب زعمه اشتركوا في القناة